طيب إزاي بيكون فيه نسبة قليلة من حصة زراعة القطن عالميا في فصيلة القطن طويلة تيلة لكن مع ذلك بنجد مصانع كثيرة حول العالم تقول إنه بتصنع من قطن مصري فاخر لأن المصانع إحنا كان عندنا مشكلة زي ما حارك قلت في السنوات السابقة العقود السابقة إحنا ما كانش عندنا تطوير في صناعة الغازل والنسيك إحنا كان عندنا تكنولوجيا الجيل الأول في الماكينات لكن دلوقتي المصانع بتشغل في الجيل الأربعة عشر للماكينات فالجيل الأول ده غير قادر على إنه ينتج قطن عالي الجودة أو خيوط عالية الجودة من القطن المصري فكان الحل الوحيد قدام مننا إن إحنا بنصدر كل القطن المصري بتاعته اللي بيحصل دلوقتي حاليا إن الدولة متجهة جدا لتطوير صناعة القطن وتطوير زراعة القطن لكن ده مش سؤال يا دكتور أنا لقصده النسبة الخاصة بالقطن طويلة تيلة من زراعة القطن عموما بكل أنواعها نسبة قد إيه؟ 2% أقل 2% 2% طيب لكن أما بتدخل الأسواق في كل المحلات كتير جدا بتلاقي إنه كم التصنيع حتى اللي بيعلن عنه إنه مصدروا قطن مصري طويلة تيلة يعني يكاد غير منطقي لأن دي حاجة يعني حاجة يونيك حاجة فخرة جدا فكل الناس بتتميز إن هي بتستورد القطن المصري وبتصنعه القطن المصري بيصدر لـ 36 دولة 36 دولة دولة بيعملوا غزول وبيعملوا أقمشة بعمل المنسوجات 36 دولة بيصدروا لعدد مماثل من الدول علشان خاطر تعمل التفصيل وتعمل الفاشن وتعمل الموضة فتلاقي أقمشة قطن مصري مصنوعة في إيطاليا رغم إن إيطاليا ما بتزرعش قطن مصري وما بتستوردش قطن مصري كام ولكن هي بتستورد مثلا من دولة زي الهند تستورد من دولة زي الصين فمنظومة القطن المصري بتتصدر لعدد كبير جدا في الآخر تصدر لعدد كبير جدا من الدول وكل دولة بتتنافس في البرند بتاعها في العلامة التجارية بتاعتها للقطن المصري يعني هنلاقي إن فيه دول كتير زي إنجلترة مثلا عندها علامة تجارية كبيرة للقطن المصري فأمريكا عندها علامة تجارية للأطن المصري في الملايات رغم أنه هما بينتجوا أطن منافس لأطننا لكن ما زال الأطن المصري هو أفضل وأجود أطن على مستوى العالم كلمنا أكثر يا فندم عن استراتيجية الدولة للتطوير وأنه كل الـ supply chain زي ما حضرتك كنت بتتكلم أو سلسلة التوريد تكون متكاملة في مصر شو يا حضرتك الأطن لازم نعرف أنه هو محصول اقتصادي ومحصول سياسي في نفس الوقت احنا فقدنا الجزئية دي في الفترة السابقة لكن دلوقتي بدأ يظهر اتجاه كبير للدولة الدولة حطت عينيها على الموضوع ده وحطت إيديها في الموضوع ده بداية من سنة 2015 بداية إصلاح منظومة الأطن المصري اللي بيحصل دلوقتي أنه فيه جهات بتتحمل مسؤولية اتخاذ قرارها وبتتحمل مسؤولية شغلها عندنا دلوقتي وزارة الزراعة وزارة كتاء الأعمال وزارة الصناعة وزارة المالية دول الجهات المسؤولة على الأطن بعد دلوقتي الوزر دولت بيعودوا مع بعض في بينهم رابط في بينهم هدف محدد أننا أطور زراعة وصناعة الأطن المصري ترجمة نانسي قنقر